اشتركوا في القناة نوعة بإذن الله في فقراتها وضيوفها من برنامجكم اليومي تراحي نعم مساك الله بالخير ياسمي شك الله بالنور السلام يا مرحبا مسهلا حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 في أم بالفعل الحلقة اليوم ستكون مليئة بالمواضيع المتنوعة ونسلط الضوء أيضا على عدد من الأنشطة المتعلقة باليوم الوطني والاستعدادات له وأيضا سنتطرق لها مع ضيوفنا الكرام اللي متوجدين معنا في استيديو الريان نعم ومن بين هذه الأنشطة مسير الأشقاء اللي يشارك فيها العشرات من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي بسيارات الجيب في مبادرة تعكس عمق أواصر الأخوة والتعاضد بين هذه الدول وشعوبها نعم أيضا موضوع يمكن للعاب النارية من المواضيع الشيقة وبنتكلم عنها وعن الاستعدادات لإبقائها ضمن أطر السلامة العامة والاسيمة أيضا مع اقتراب الاحتفالات باليوم الوطني وأيضا في نفس السياق رح نسلط الضوء وياكم مجددا على صناعة السيوف واللي تعتبر رمز من رموز موروثنا وتراثنا الأصيل واللي تستخدم كثرة خصوصا في عرضات اليوم الوطني نعم وشهد الكرام أيضا بتكون لنا وقفة مع موضوع رواد الأعمال وتغطيات عديدة أخرى في سياق حلقتنا اليوم بإذن الله بإذن الله تعالى وبدك نبدأ ياسمي توكل على الله ونعم بالله إذن أعزائي المشاهدين البداية رح تكون مع تنظيم فريق جيبات قطر فعاليات مسيرة الأشقاء بمشاركة أخوة من دول مجلس التعاون الخليجي أمس الجمعة وذلك تحت رعاية مركز مواتر التابع لوزارة الشباب والرياضة نعم فقط شارك مجموعات من الشباب الأقطري والخليدي في مسير بدأ من سيلين وانتهى عند فندق الشرطن في كورنيش الدوحة ليوجهوا من خلاله رسالة إلى العالم ويؤكدوا أن الشعوب وشباب الخليج يد واحد وقلب واحد نشوف التغرير مع بعض في تظاهرة رائعة تعبر عن عمق الأصالة والترابط بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي شاركت 150 سيارة من طراز جيب من مختلف دول الخليج في مسيرة تحت عنوان مسيرة الأشقاء انطلقت من سيلين وانتهت عند فندق شرطن الدوحة بمنطقة الكورنيش مرورا بمتحف الفن الإسلامي تأتي مسيرة الأشقاء التي تعد أطول مسيرة للجيبات في منطقة الخليج بتنظيم من مركز مواتر التابع لوزارة الشباب والرياضة وبتنسيق مع فريق جيبات قطر وفي لفتة تعكس تقديره للمسيرة والمشاركين بها حرص سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة على مصافحة وشكر المشاركين في المسيرة خلال مرحلة توقفها في متحف الفن الإسلامي تهدف المسيرة لإتاحة الفرصة أمام الأشقاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مسيرة واحدة تجمعهم في إشارة لتعزيز روابط الأخوة بين دول مجلس التعاون وذلك بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وانعقاد قمة مجلس التعاون بالدوحة خلال الشهر الجاري جاءت فكرة مسيرة الأشقاء قبل عقد القمة الخليجية في الدوحة لتبيين حب والتقارب بين الأخوة في دول مجلس التعاون وأننا أخوة ولا يفرقنا لا حدود ولا شيء وتوشحت مختلف السيارات المشاركة في المسيرة بأعلام دول مجلس التعاون فيما رفرف لدعم على طول خط المسيرة ترحيباً بالأشقاء في بلدهم الثاني شارك في تنظيم الفعالية قوات الأمن الداخلي لخوية وشرطة النجدة الفزعة وشركة وقود والمتحف الإسلامي وغيرها من الجهات الداعمة للفعالية توقفت مسيرة سيارات الجيب بعد انتهاء الفعالية دون أن تتوقف الرسالة التي انطلقت من أجلها وهي أن مسيرة الأشقاء في دول مجلس التعاون ستظل مستمرة إلى الأمام دائما للحديث أكثر عن مسيرة الأشقاء معنا في الاستيديو السيد عبدالله الهازري المنسق العام لمركز مواتر يا مرحبا ومسهلة فيك عبدالله حياتي الله يرحبك يا مرحبا ومسهلة مرحبا ومسهلة فيك أبو محمد معنا مشرفنا اليوم في البداية الله يسهل بكم مشرفني لو نطلع مشاهدين على تفاصيل مسيرة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وكم كان عدد مشاركين في هذا المسير طبعا في البداية اتقدم باسمي واسم مدير مركز مواتر أخ سالم مسعيد المهندي بالشكر وللسعادة وزيري الشباب الرياضة صلاح مغانم العلي لدعم المسيرة وتواجده معناه لقوات الأمن الداخلي الأخوية وللعميد علي بن سلمان المهندي وكذلك سيد إبراهيم جهام الكواري المدير التنفيذي لشركة وقود على دعم المسيرة وامداد المواتر بالوقود وإدارة المتحف الإسلامي وللمتحدة للسيارات المانئة نعم يستهلون الشكر جميعا لو نرجع لسؤالنا أبو محمد تفاصيل المسير وين بدأ وين مر وين رجع مرة ثانية وكم عدد المشاركين طبعا جاءت فكرتنا في المسيرة برغبتنا التواصل مع أخواننا في الخليج تنظيم فعالية لها أرض في قطر حاضنة الجميع ومشاركتهم لنا باستضافة قطر لقمة الخليج وجاءت المبادرة عن طريق أخونا سالم الشامسي مدير قروب رابطة قطر للجيبات بدأ عودة ملاك الجيبات بالخليج وتقريبا وصل لعدد المشاركات السيارات للجيبات 140 سيارة ماشاء الله حيث كان أكبر رقم قياسي سجل في الشرق الأوسط وللخليج بالذات طبعا قروب جيبات خاص للرنقلق نعم كان مشاركي من كل دول الخليج من كل دول الخليج نعم قلت لك كان أكبر رقم قياسي تسجل نعم طيب عبدالله أنا ودي أسألك هذه المسيرة كان لها هدف واضح إرسال رسالة للعالم أجمع أو أيضا للأشقاء أنه مثل ما ذكرت حضرتك في التقرير أنه ما في حدود يتفرق بينه ومجرد حدود جغرافية ولكن شن هي الغاية من هذه المسيرة شن الرسالة الأسمنة لأنتوا تبعون توصلونها طبعا نفس ما ذكرت الرسالة والأهداف قبل عقد الغمة الخليجية في الدوحة نعم حبينا يكون فيه ترابط بين الشباب الذات نعم حيث اجتمعنا وكان مشاركة معالي الوزير سعادة الوزير سعادة الوزير يكون معانا صلاة وغانا صلاة وغانا والله جدا أثلج صدورنا وكانوا فرحين الشباب بمشاركة معنا يعني كان يدور بين السيارات ويصور مع الشباب وجدا أفرحنا تواضعه ومشاركته معنا نعم يمكن يعني يعني مشاركة سعادة سيد صلاة وغانا العالمي العلي يمكن يات دافع لمثل هذه النشاطات الشبابية صحيح ودعم في نفس الوقت يمكن يقول دعم يعني مباشر مباشر وميدانيا معنا على طول في كل المشاركات طبعا الدوم يفاجئنا بحضوره ويكون موجود طبعا أشكره نعم يستهل الشكر يستهل الشكر بمحمد المسيرة بدأت من سيلين نعم مرت بمتحف الإسلامي متحف الإسلامي وقفنا كانت تقريبا على الساعة ثمان ونص متن طلقتوا من سيلين أنتو؟ بتدوي الشباب تعرف يعني 140 سيارة مو بسهل لأن يكون طلوح من سيلين تنظيمهم كان مرتب الشكر خاص للأخوية طبعا كانوا متوجدين معنا على طول من دخول الشباب من الحدود لحد خروجهم لحد الحين كانوا معانا طول كانوا دخلوا الشباب الشقاء الخليجيين من الحدود من الحدود من الحدود على سيلين بعدين تجمعتوا في سيلين انطلقتوا الساعة كم صباحا من هناك؟ تقريبا ساعة سبعة ونص كان المسير يعني بسرعة وكان بأمان وبسلامة وصلنا تقريبا على الساعة تسع وقفنا خذنا الفطور وتصورنا وكانوا متوجدين طبعا كل قنوات الإعلامية وشكر لكم وقناة الريان تواجدكم الدائم معنا وأخذوا الشباب صور تذكارية مع وزير وطلعتوا عقب لي الكورنيش طلعنا لحد الشرطن وبعدها على سيلين وكنا متوجدين طبعا لحد تقريبا ساعة ونصف ثلاث وسهرنا سهرة في التعشينا وسهرنا مع الشباب وعطينا كل مدير جروب دروع تكريمية وهدايا لمشاركتهم طبعا عبد الله ودي أسألك أحين أكيد هذه المشاركات والمبادرة تترك انطباعات عامة في نفوس الناس أنا ودي أسألك عن الجماهير وأيضا ودي أسألك عن الانطباع الذي تركت هذه المبادرة في نفوس الأشقاء والله أخوي خالد الشباب جدا مبسوطين وفرحين ببها المشاركة كانوا لحد أمس كانوا يسجلون معنا عضويات عشان مشاركاتهم ونحن نوعدهم كمركز مواتر بتنظيم لهم الشكل دائم مش قروب الجيبات كل فئات السيارات كلاسيك سبورت كل فئات السيارات نحن نوعدهم عشان ما نهضم حق الآخرين لأن هناك ناس عندهم مواتر قديمة أكيد لا نحن نظم لهم قبل هذا التجمع كان فيه كتارة صحيح لكل فئات السيارات نحن نتقدم أخواننا كلهم الموجودين مثل ما تقدم أخونا سالم الشامسي بالمبادرة في كل الشباب أي فئة من فئات السيارات نحن 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 نحضرار كمركز مواتر لتنظيم هذه الفعالية تنظيم رعاية الفعالية مثل هذه الفعالية أبو محمد تنظيمها يعني يمكن يحتاج شوية جهد وهذه المسيرة كان أطول مسير من نوعه على مستوى الخليج كم كان كم كيلو تقريبا والله بالتحقيق والعدد كم كان العدد 140 اللي هو أكبر عدد كان في الخليج تسجل هذا الرقم وتقريبا طريق يمكن 35 إلى 40 كيلو بس إذا بتشوف هذا الطريق لا أنا أقول لك فيه ناس جاي من جدة صحيح من أعمان جاي متعنين شفنا أعلام كل دول الخليج السعودية أعمان كويت كل دول الخليج كانوا متواجدين كلهم كانوا متواجدين ويمكن هذا مش فقط مسير فقط تنظيم مسير هو له أهداف أخرى أكبر الشباب أخوي خالد كانوا دائما يرددون والله تسجيل عندي فيديو مصورين الشباب طول الفترة كانوا يتكلمون بالمقربون والشباب يشكرون بعض وكان كل الشباب أكثريتهم يرددون كلمة خليجنا واحد ويشعبونها واحد فكانوا يقولون هاي الكلمة دائما الحمد لله رب العالمي هو خليجنا واحد دائما خليجنا واحد وهذه السماء فينا كلنا مثل ما قلت أنا حبيت الكلمة اللي قلتها في التقرير أنه مجرد هي حدود جغرافية ولكن ما في حواجز بيننا كلنا عبدالله أنا ودي أسألك يعني اليوم الوطني يمكن أيام معدودة وتفصلنا عن هذا اليوم ولكن هل في مثلا فعالية أنت وقلت أن تجهزونها لحق اليوم الوطني إذا تبي تصرح أنها تصرح ونخليها إكسي كلوزي في قناة الرياض مستاهل يعني حاضرية ومشاهدين برنامج تراحيم على وجه القصوص أكيد راح يكون عندكم خبر بهذه الشغلات لكن المركز مواثر دائما يحب المفاجآت في هذه الشغلات فنحن نوعدكم إن شاء الله راح يكون عندكم خبر بكل هذه الشغلات نحن قبل يعني إن شاء الله لكني يتعلم حد غيرنا كان معاي واحد في التلفون قبل البرنامج وعدتا أن يكون له بإذن الله إن شاء الله أي وصل إعلامي لدولة قطر راح نكمل بعض أكيد والهدف هو أن نوصل للرسالة نحن بإذن الله نحن بإذن الله بمحمد يعني مثل هذا المسير هل في أفكار أخرى مثلا بأن تكون في مثلا المسير من دولة قطر مثلا إلى دولة خليج في نوع يعني من أنواع سيارات مثلا أكيد أكيد هذه طبعا من خطاطنا ولكن إحنا كمركز إحنا ما نملك السيارات اللي يملكونها الشباب اللي هم أعضاء عدنا في الدروب ونتوا تغلون بالتنظيم نعم طبعا اللي ينقلنا المبادرة مثل أخونا سالم الشامسي وكل الشكر له على مجهوده وعلى مشاركته معنا راح يكون تنظيم مثل ما يطلبون الشباب نعم فيه أفكار أنه راح يكون فيه مسير سفرات خارجية مشاركات للشباب صحيح بس بعدنا يعني طور التنفيذ هذه أكسلوزب هل يمكن المسير راح ينشوف الجيبات الشبابين نعم 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 هل هي الأكثر امتلاكا يعني أكثرية السيارات متواجدة ولكن الشباب القروب الجيبات هم نشيطين طبعا نعم صحيح وودهم يتلاقون يعني اللي في السعودية دوم يسافرون داخل المملكة وفي أعمال نفس الشي وفي الكويت وكل الدول صحيح فهذه الفكرة جبناها قلنا لازم نجمعهم صحيح ورحبوا الشباب يشوف كل دول كل دول ما تستعاون وكأن علامهم واضحة السعودية يعني يعني يمكن عبدالله هذا المنظر اللي يشوف هي يبعث رسالة للناس أنه سبحان الله يعني أماكن ورياضات تجمع والرياضة هي نفس ما يقولون هي حمامة السلام هي لغة واحدة تجمع اللي يتكلم لغة العربية واللي ما يتكلم لغة العربية فهذه هي الرياضة اللي يمكن توحد الشعوب وتخليهم دائما متظافرين على قلب واحد بهذه الطريقة ودائما المنافسة ما تكون شريفة أكيد أكيد إن شاء الله يوم اليوم نشوف أنه في منافسات يعني بالعكس يعني كانوا الشباب يتبادلون طبعا الخبرات قدام يمكن خمس ست مواتر تم بيح يعني سبقات الشباب تعرفوا على بعض فيه تعديلات على السيارات تشوف السيارات يكون عليها الأكسسوري اللي هو الأكسسورات السيارة من الخارجية يتعرفون على بعض يولا أنا في جبع جبني صراحة موجود شريط أنا بالنسبة لي كلهم كلهم فيه شباب يعني يتعرف يقولوا كيف ركبت من مين ركبت الرنقات من مين ركبت هالشغلات فيتعرفون يتبادلون كروت مع بعضهم من لقراجات نعم نعم يمكن أبو محمد يعني أي حد من المشاهدين الكرام اللي يشوفنا الحين هي مش المقصد الفعالية نفسها ولكن الهدف منها هو ربط أخوان وخليج هم اجتمعين في حب شي واحد فمن خلال هذا الشي أنت وجمعتهم والفكرة كانت يعني حلوة وممكن في أفكار ثانية أخرى عندكم أكيد إن شاء الله مثل ما قلت أنا قبل في أفكار كثيرة لكن تعرف كمركز مواتر نحب المفاجآت أخوي طبعا سالم يعني ينفذ في آخر لحظة المفاجآة إن شاء الله بإعلا الله إذا إحنا 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 نكون مع موعد معاكم في اليوم الوطني إحنا إحنا نشوف مثل هذه المبادرات مثل ما قال خالد كلنا نكمل بعضهم أنا ودي منك رسالة تحب توصلها للسادة المشاهدين اللي يتابعون برنامج ترحيب واللي عندهم مثل هذه الهوايات الجميلة سواء السيارات القديمة السيارات الكلاسيك أو حتى السيارات الحديثة يعني هل عندكم فكرة ومبادرة أو تبي توصل لهم رسالة طبعا رسالتي للشباب القطري أي واحد أو شخص يهتم بهالشغلات في السيارات بالذات إحنا حاضرين كمركز مواتر في أي شيء كتعليمهم من خلال الورش التعليمية اللي راح تكون إن شاء الله قريب بإذن الله وكان فيه تفاعل مع الشباب عن طريق مواقع التواصل وإن شاء الله أنا أوعدهم راح يكون فيهم ورش تدريبية ندربهم كيف الحفاظ على السيارة طريق المكانيكا من كل أنواع السيارات يعني فرسالتي الثانية لأخواننا الخليجيين طبعا كل الشكر والتقدير الشباب الخليجي اللي قطعوا خطوط السفر خصوصا إخواننا اللي في جدة وفي أعمان طبعا في الجيب في الجيب صراحة سليباق وغراضهم كلها وياهم كل شيء ماشكورين كل الشكر لهم أنا أشكرهم والإنجاح هذه الفعالية وأنا أوعدهم إن شاء الله في أي مشاركة راح تكون في القريب إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله إذن أجل المشاهدين وفي هذه الحلقة أيضا بيكون معنا سيد خليفة غيث الكواري ويكلمنا عن صناعة السيوف في قطر نعم وشهد الكرام بعد الفاصل نتابع الألعاب النارية ومعايير تخدامها لتبقى متعة بلا مؤثرات سلبية خلكم معا